الخلاف السياسي اللي أنال به هربت كيك من الحكومة وحكومة فينا واتضح أنه بعد كيفينما بعد أصبح بعد ما كان انتقاد بقى خلاف سياسي صار ترند كما يقال بقى خلاف سياسي فخبرنا الأول بيقول خلاف سياسي حول حجم الدعم الاجتماعي في النمسا وبرضه في السياق نفسه وزيرة الاندماج اللي بتقترح إجراءات تأجيل المساعدات الاجتماعية بعد خمس سنوات من وجود اللاجئ يكون موجود على الأراضي النمساوية ولحفظ ما الوجهة الحكومة اتخذت قرار زيادة مرتوقبة في المساعدات الاجتماعية بالنمسا لأربعة وستة من عشرة في العام الفين خمسة وعشرين طبعا كانت الانتقادات الموجهة من هربت كيكل أن الزايدة على إثر طبعا الحالة الخاصة بالعائلة السورية اللي كانت حصلت على أربعة تلاف وستمائة يورو في الشهر بمساعدات خاصة بالإيجار مساعدات خاصة بالأولاد ومساعدات خاصة بالأطفال سيد الكريم هذا الموضوع مع الأسف الشديد أخذ منحة سياسية بشكل صراحة سمج للغاية ماذا يعني أن عائلة سورية مؤلفة من أب وأم وستة أطفال تحصل أو سبعة أطفال بابري تقريبا سبعة أطفال هم تسعة سبعة أطفال سبعة أطفال تحصل على مبلغ أربعة ألاف ستمائة يورو سيد بيتر هاكر المستشار في حكومة فيينا عن أمور الاجتماعية وزير شؤون الاجتماعية داخل حكومة فيينا قال أن هذا حق طبيعي وضمن الآليات التي تحسب يعني تحسب ويحق لكل شخص لديه أطفال ولديه هذا الشيء أن يحصل عليه لكل طفل الحق في التعليم والحق في الدراسة والحق في الغذاء والحق في الصحة وهذا الكلام كله وقال لك أن يوجد في فيينا تقريبا ما يصل إلى 130 عائلة 130 عائلة تقريبا تعدادها بهذا التعداد 11 إلى 12 عائلة فعليا تحصل على المساعدات الاجتماعية بهذا الشكل صراحة الذي سرب الخبر أو الذي قدم الخبر للعين هي صحيفة هويتي الشعبوية التي تحسب يعني بصراحة على اليمين إلى حد ما يعني سوقت الخبر وكل يوم على الصفحة الرئيسية مروا مرتين وثلاثة الخبر ينزل وانتقدوا الـ FBO وانتقدوا ما بعرف مين وسوزانا راب دعت إلى تقنين المساعدات لمدة خمس سنوات لطالبي اللجوء أو للحاصين على اللجوء يعني بعد خمس سنوات يحصل على حق اللجوء شوف أستاذي الكريم كل ما حصل وكل ما شاهدته وكل ما سمعنا هو ليس أكثر من استعراض إعلامي بصراحة رخيص جدا يعني أعتقد أن من المهم ضروري من السياسيين أن يركزوا على المشاكل الحقيقية في فيينا يعني هذه العائلة السورية التي حصلت على 4600 يورو أصبحت مع الأسف مادة إعلامية بدل ما يركزوا على هذه القضية الإدارية هذه قضية إدارية وليست أن هذا الشخص يعني يأخذ 4600 يورو وبالتالي هو يسرق من جيوب النمساوي والذي بيعمل والذي يعمل والذي لا يعمل أنت أي شخص موجود بالنمسا هنا عاطل عن العمل في قانون الشؤون الاجتماعية في فيينا على بسابين ويسال في فيينا بحصل على نفس المساعدات بغض النظر أنت كنت نمساوي ولا لاجئ ولا سوري ولا صومالي ولا بافاري ولا شو ما كنت تكون ولا كندي حتى ولا جنسية أمريكية موجود بالنمسا وتستوفي شروط الإقامة أنت بحقلك وبطلع لك هاي المساعدات فبصراحة الطريقة التي استخدمت بها هذه القضية طريقة رخيصة للغاية يعني هل هذا الشخص الشاب يعني العائلة السورية المكونة من سبع أشخاص هل هي جريمة؟ ليست جريمة هذا الشخص هذا الشخص عنده سبع أبناء فيه شخص ما أحب الأبناء وفيه نمساويين هون عندهم عائلات وأبناء كثيرين وهذا معروف جدا عندهم خاصة العائلات الاستقراطية يخذ النظر بس موجودة هاي جالشيء يعني هذه ليست ليست مصيبة ليست مشكلة وعائلة سورية عنده سبع أبناء أنا عائلتي أنا أخوتي احنا كنا سبعة الله يرحمه والدي وأخوتي اللي استشهدوا كذا كنا احنا سبع أبناء يعني وإن مشكلة وموضوع هذا موجودك جدا هذا موجود بكتير يعني بكتير بالعالم العربي وبكتير من العالم ليست جريمة فمع الأسف الشديد سيدي الكريم كل هذا الاستعراض الذي شاهدناه في الفترة الأخيرة ليس أكثر من يعني شحن الحالة الشعبوية والتي لا يستفيد منها إلا اليمين المتطرف والجناح اليميني وأضف على ذلك وأضف على ذلك بناء على أن التضخم أربعة ونص إلى أربعة فاصل سبعة بالمئة قرروا أن أيضا المساعدات الاجتماعية اعتبارا من السنة المقبلة والمعاشات التقاعدية وكل من يحصل على أي مساعدة من أي نوع من الأنواع سترتفع بنسبة أربعة فاصل ستة بالمئة يعني اللي كان ياخد مثلا ألف يورو حيصير ياخد ألف وستة وأربعين يورو وبالتالي العائلة اللي كانت تأخذ أربعة ألاف وستمية رح يصيروا يهدوا تقرابة الخمس تلاف يورو تقريبا من خلال هذه الزيادات التي تنصر عليهم سنعتقد أنه يكون هناك في تجديد على الأقل لدافع للعمل بغض النظر دافع للعمل هذا الشخص أنا متأكد أن هذا الأب السوري والأم السورية الذين يحصلون على هذه المساعدات أنا متأكد أنهم يحضرون دورات اللغة الألمانية حتى يتهيئوا يمكن يكون الأب من حملة الشهادات والأم أيضا من حملة الشهادات الجامعية وحتما هم الآن يتعلموا اللغة وفي مرحلة مراحل سيعدلوا شهاداتهم أو إن كانوا لا يعدلوا شهاداتهم سيعملوا على الحصول على حرفة جديدة وبالتالي بيوم من الأيام سيصبحوا من الفئة العاملة في البلد وهؤلاء السبع أبناء الذين يدرسون اليوم في مدارس فيينا أو في مدارس النمسا بيوم من الأيام سيتحولون إلى عمال ومنتجين في اقتصاد النمسا ويدفعون الضرائب ويبنون النمسا ويحملون الجنسية النمساوية ويقررون المستقبل السياسي للنمسا أيه بس هو أكيد طبعا هيكون هناك برضو أنا في اعتقاد أن الموضوع ده مش همر كده لازم هيكون مدة عديل لغاية إيمتها أنا أرى الموضوع سيعبر ولن يستفيد منه إلا اليمين المتطرف سيتغير الموضوع في حال حكم اليمين المتطرف مع حزب آخر متطرف مثله يغير القوانين على مستوى النمسا وهذا أيضا بعيد المنال لأنه موضوع مؤقت للغاية سيد الكريم هذا موضوع إعلامي واحد اتنين ألف بأ ألف بأ سياسة وإعلام هذا موضوع إعلامي ليس إلا وليس له أي علاقة بكل الحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية في النمسا هذا ليس أكثر من استعراض رخيص جدا بدأت في صحيفة هويتي واستغله الف بي اول موسيقى